معنا من تونس وراصلنا سيف الدين العامري سيف هذا هو ليس المثول الأول للسيد الغنوشي لكنه ضربة جديدة أيضا للنهضة مع قرب الانتخابات القادمة كيف يبدو الوضع بالنسبة لحزب النهضة ولمستويات من يمثلها الآن نعم ماجد كما تفضلت تقريبا المرة الرابعة التي يمثل فيها راشد الغنوشي أمام التحقيق سواء في مستوى العادي الأمني لدى إحدى ثكنات الأمن منذ تقريبا أسابيع وسط العاصمة تونس والآن أمام قاضي التحقيق بمحكمة سوسا 2 التهمة الآن هي المشاركة في تقويد أمن الدولة وحمل السكان بعضهم على بعض للعنف إلى آخره وهي تهم كبيرة وفق المجلة الجنائية التونسية طبعا هذا يؤثر أولا على صورة الغنوشي نفسه الذي كان رئيسا للبرلمان والآن تتتالى قضايا وكلها طبعا متعلقة بالإرهاب تتتالى للدعوة إلى التحقيق هذا أولا ثانيا حركة النهضة الآن في سياق ما هي ترفض المشاركة في الانتخابات ولكن عديد من قواعدها تبتعد شيئا فشيئا عن الصورة وخاصة لمسنا في المدة الأخيرة كل دعوات حركة النهضة للنزول إلى الشارع يعني فيها تردد وتناقص لأعداد المتضامنين مع النهضة ومع الغنوشي نفسه نذكر سادة المشاهدين أن قضية الحالية قضية انستالينغو هي مجموعة من المدونين والصحفيين والأمنيين أيضا الذين شاركوا في كما تقول التهم الموجهة إليهم طبعا كلها شبهات إلى حد الآن لا يوجد شيء مؤكد قد شاركوا في التحريض على العنف وربما ألمس من صورة رئيس الدولة وحمل السكان لممارسة العنف بعضهم على بعض إلى أخيره بحسب التهم الموجهة إلى الغنوشي وآخرين عددهم 27 من بينهم منهم في حالة فرار بحسب المجلة الجنائية التونسية مجد من تونس مراصلنا سيف الدين العامري شكرا لك سيف